اشتركوا في القناة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلن به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة في الله مرض اجتماعي خبيث وفيروس وبائي فتاك وسرطان مدمر للشعوب حاربه الإسلام حربا لا هوادة فيها الهوادة اللين والسكون ذلكم لأن عواقبه وخيمة ونتائجه خطيرة إنه العسبية والقبلية والعنسرية والتبقية والإقليمية والحزبية إن التعسب القبلي المذموم هو أن يعتقد الإنسان أنه أفضل من غيره بسبب لونه أو جنسه أو نسب قبيلته هذه العسبية لم تدخل في مجتمع أو وطن إلا فرقته ولا في عمال صالح إلا أفسدته ولا في كثير إلا قللته ولا في قوي إلا أضعفته هكذا تأخرنا وتركنا في بلادنا بسبب القبلية والمحسوبية ولله در ابن تيمية حينما قال لله درك لله ما خرج منك من خير وعطاء لله در أبيك أي أنك أي أنك لمن معدن حر أثين ويقال في المدح والتعجب لله دره الدر اللبن أو الكثير منه الدر أيضا النفس أو العمل ولله الدر ابن تيمية حينما قال ليس في كتاب الله آية وحدة يمدح فيها أحدا بنسبه ولا يضم أحدا بنسبه وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ويدم بالكفر والفسوق والعسيان وإننا لو تأملنا سيرة السلف الصالح كيف كانت حياتهم لوجدنا أنهم لم يكن عندهم هذا الاستكبار ولا هذه الجاهلية ولا هذا الحمق الذي وقع فيه من بعدهم وأكبر دليل على هذا أن أكثر علماء الأمة بعد تابعين من الموالي كما يسمون أي الرقاء عبيدا لكنهم جدوا في الطلب حتى حزوا على الرتب فأصبحوا علماء الأمة فمنهم عطاء ومكحول والحسن البصري ونفع وعكرمة مولى بن عباس وإبراهيم النخعي وتعوس والدحاكم بن مزاحم وميمون بن مهران وغيرهم كثير قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله أكرمنا أقربنا إلى الله وليس أكربنا فلال ابن فلان أبو الجهل كان يقول أنا من بني مخزوم وأنا سيد قريش ولكن لما كفر بلا إله إلا الله أدخله الله النار فما نفعت وسرته أما بلال فلما آمن بلا إله إلا الله أصبح سيدا من السادات وفي صحيح البخاري الجابر بن عبد الله أنه قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال نحن ننتسب نحن ننتسب إلى الإسلام ولا ننتسب إلى غير الإسلام يقول الله تعالى يقول الله تعالى يقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير كلمة القبيل أو القبيلة جمع قبائل ومعناها مجموعة من الناس تنتسب إلى أب أو جد وحد وتعني هذه الآية التعرف فيما بيننا وهذا التعرف لا يقصد إلا في سلة الرحم ونظام الميراث والمعنى العام لهذه الآية أنكم متساوون في النسب فلا تفاخر لبعض على بعض لكونكم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي قوله تعالى لتعارفوا أي ليعرف بعضكم بعضا لا لتفاخروا بعلو نسب وإنما الفخر بالتقوى وقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى وقوله تعالى إن الله عليم خبير أي عليم بكم خبير بأموركم فيهدي من يشاء ويذل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويفضل من يشاء على من يشاء وهو الحكم العليم الخبير في ذلك كله والمعلوم أن قبل الإسلام كان الناس يعتمدون القبيلة كنظام ودستور يطبقون في حياتهم وكان الأعرابي في ذلك النظام لا يهمه أي شيء سوى مسلحة قبيلته فهو معه في الخير والشر وكان لا يرى أيبن في الهجوم على الضعفاء لمجرد أخذ إبلهم بالقوة حتى وإن أدى ذلك إلى قتلهم بل لقد كان يعتبرها بطولة وشجاعة قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أي حق وأهرى ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الذالمون وما حدث في قصة نوح عليه السلام مع ابنه لدليل على أن أهلنا هو من أطاع أوامر الله قال تعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي من أهل دينك إنه أي سؤالك إياي بنجاته عمل غير صالح وفي قراءة عمل غير صالح فإنه كافر ولا نجاة للكافرين وعن مسعود قال مر الملأ من قريش بنبي صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وعمار وخصيف وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا يا محمد أرذيت بهؤلاء من قومك هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا أنحن نكون طبعا لهؤلاء أتردهم عنك فلعلك إن تردتهم أن نتبعك فنزلت هذه الآية يقول تعالى ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغدات وفي قراءة بالغدوة والعشي أي في أول النهار وآخره يريدون وجهه ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتتردهم فتكون من الذالمين ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر أي اختاروه وأقاموا عليه على الإيمان أيها الأحبة في الله الكافر المعادي للإسلام عدو للمسلم ولو كان أحد بني قومه بل ولو كان أخاه لأبيه وأمه يقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد دون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشرتهم وفي غزوة المؤتتا كما في السحر الحيني عن عبد الله بن عمر خرج زيد بن حارثات رضي الله عنه الذي اشتراه حكيم بن حزام بن خويند وتربى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خرج زيد قائدا للجيش الإسلامي إلى مؤتتا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتتا زيد بن حارثات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة انظروا جعفر نبي طالب سيد المهجرين إلى الحبشة إلى الحبشة يكون الرجل الثاني ويكون تحت إمارة أي منسب الأمير زيد بن حارثة وأصبح زيد قائدا بكفاءته وفي سنن الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية العبية الكبر والفخر عبية الجاهلية وتعذبها بأبائها فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله الهين الحقير والناس بن آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانت الآية صح الألباني في صحيح الجامع وقد خرج التبري في كتاب آداب النفوس عن بنذرة قال حدثني أو حدثنا من شهد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلغت قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد الغائب ذكر العلمة الألباني في السلسلة السحيحة إسناده سحيح وفي سحيح مسلمين عن عبد الله بن عمر بن العص أنه قال سمعت نبي صلى الله عليه وسلم جهالا غير سر يقول إن آل أبي ليس بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين وفي سحيح عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرم عند الله أتقاهم قال ليس عنها لا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قال ليس عنها لا نسألك قال فعن كان أصولهم التي يتسبون إليها ويفتخرون بها تسألون قال نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا ألقافوا بالكسرة وبالذمة كلاهما سيح في العربية إذا فقهوا أي أن أصحاب المرأة ومكارب الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا أو فقهوا فهم خيار الناس أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية وفي سيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش فكسع أي ذرب فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنساري يا للأنسار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة جاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتلة أي قبيحة كريهة مؤذية تفرق بين الناس وتجعلهم طبقات والناس يكره بعضهم بعضا اللهم وفقنا للثبات على طريق الواضح الذي لعب جاج فيه وهو الإسلام أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم والسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه والغفر الرحيم الحمد لله الولي الحميد أحمده تعالى وأشكره وأسأله من فضله المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل التآخي سمة من سمات أهل الإسلام السمة العلامة ولازما من لوازم صحة الإيمان وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله آخى بين المؤمنين وسعى إلى التأليف بين قلوب المسلمين فجمع الله به بعد الفرقة وأعز به بعد الذلة فسلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وسحبه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا أيها الأحبة في الله لا انتماء إلا إلى دين الإسلام العظيم فمن جاء ربه مسلما موقنا محسنا فله المقام الأسنى أي الأعلى عند ربه وهو معزز مكرم ومن جاء ولو كان شريفا قرشيا بالعمل الطالح أي الفاسد فله المكان الأرض أي الهلك ولا كرامة لأنه لا تفضل عند الله رب العالمين إلا بالإسلام العظيم وينبغي على المسلم إما أن يكون مسلما مؤمنا متمسكا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وإما أن يكون قبليا منافقا ومن عباد القبور وفي السلحين عن عائشة أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ أي تشجع وأقدم عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فختب قال يا أيها الناس إنما ظل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق شريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل شرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من